موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا مشاهدي قناة هلا وأيضا بانيتي جروب هلا بالخميس مثل ما منقول على قناة هلا مبسوطين مع هلا نختم أسبوع آخر على أمل عم تستفيدوا من التوعية طبعا الأمثال تعطينا توعية غير شكل من أجداد وجدات ممكن وأيضا أهالي بتداولوها يوميا هالأمثال الحلوة في الإعداد وتقديم معكم بسين تحيات لطاكم قناة هلا اللي بتعب معنا دائما قبل البرنامج خلال البرنامج بعد البرنامج دائما تعب حتى نوصل الصورة الحلوة والصوت الأحلى دائما على قناة هلا خلينا نبدأ المشوار مثل ما تعودنا 2-4-5-4 فقرات الفقرة الأولى اليوم نبدأ بالسهل كتير ناس يعني بودونا مرات على البحر صحيح بها الحر ولكن برجعونا من البحر عطشانين غرقانين أو جعانين ثلاثة بوظبته واحد منهم صحرح نبدأ بالسهل جدا 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 وبعد شوي طبعا الرقم صار على الشاشة أكيد وأيضا ما تنسوا تحياتنا لكم على الاتصالات اللي ممكن تشاركونا فيها من خلال برنامجنا 097-993-993 أهلا وسهلا بالجميع ومثل ما نعرف دائما التفاعل حتى قبل البرنامج عنا تفاعلات كتير تحياتنا إلك ربيعي غريب من الناصر وكل العيل اللي بتابعونا كمان بالإعادات كتير ناس بدي أذكر يعني اليوم عم بطلع قبل ما يبدأ البرنامج كتير ناس اليوم بالإعادة اللي كانت لحلقة الأمس باعتين لنا إجابات باعتين لنا على أمل أنه في حدا طبعا يرد ولكن بالإعادة ما في حدا بيكون طبعا فقط من المباشر 2-4 و 5 مثل هالوقت في تمام الخامس خلينا نبدأ ونشوف مين بعت لنا إجابة صحيحة بيودونا هالناس على البحر وبرجعونا عطشانين غرقانين أو جعانين أم إياد سيد أحمد من الكدس أول إجابة صحيحة تحياتنا إلك وأكيد بدينا بالسهل أيضا الحج أبو حسام الحج يحيى من الطيبة جوابك صح يا حج أبو حسام الحج يحيى وكمان عندنا من المشهد أم سعيد تحياتنا إلك جوابك صحيح ومثل ما بنعرف أنه كل الناس اليوم بتقول بها الحر أحلى إيش نروح على البحر ولكن مهم جدا تنتبهوا طبعا لكل قوانين السباحة وين مسموح وين لا وأيضا تنتبهوا نظركوا ما يغيب عن أي طفل حتى لو كان على الرمل بتكونوا تنتبهوا كتير بها العطلة الصيفية حتى نمر منها بسلام ونرجع لبيتنا بسلام وأمان تالى يوسف عوض ووالدتها رولا وأخوها صالح من قرية المزرعة كلام صحيح وإنتوا طبعا هناك قضاء عكة موجودة الشتوط عكة كمان بتستقبلكوا أكيد أهلا وسهلا بالجميع نجلة مرعي من الفريديس كمان بحر الفريديس بجنن بيودونا يا نجلة على بحر الفريديس وصحيح بيرجعونا عطشانين غرقانين إن شاء الله لا أو جعانين وإن شاء الله لا التلاتي طبعا ما يكونوا أم خالد من أم الفحم كلامك صحيح والمثل بدينا بالسهل اليوم بالفقرة الثالثة مجهز لكم طبعا مفاجئة خليكم معنا دايما منال من مصمص تحياتنا إلك والجواب صح وعليكم السلام مين معنا هون معين عبدالله وزوجته من كسرة الجواب صحيح يا معين وزوجتك من كسرة وكمان كمان السلام عليكم وعليكم السلام أم محمد حسان من تمرى جوابك صحيح يا أم محمد حسان اكتار بك تقولي أنه ناطرين البرنامج من بدايته حتى نجاوب وهيك عم بشوف طبعا تفاعل بجنن وأهلا وسهلا بالجميع وتحيات تحيات كتير عم تصلنا مع أمثال شعبي راح نستعملها إن شاء الله الأسبوع القادم كمان أم يوسف من أم الفحم كلامك صحيح يا أم يوسف أيضا هالناس مجموعة ناس بيودونا على البحر وهو طبعا إله معنى يعني مجازي إحنا منقول مش إنه ودونا على البحر رجعونا عطشانين غرقانين جوعانين فيه إله معنى هدول الناس يعني مرات بيودونا على البحر وبرجعونا شو انتبهوا كتير زي ما قال حج مصطفى من دار الأسد وهدول طبعا الناس بتكوا تنتبهوا لين كتير اللي بودوكوا على البحر وبرجعوكوا مع الكلمة الصحيحة كتير بدنا ننتبه لين بالألفين وثلاثة وعشرين وعليكم السلام الحج إم أحمد حسين من الناصري كلامك صحيح مع أنه بالناصري ما فيه بحر ولكن يعني بحر حيفا عكا موجود أيضا طبارية ببحيرة يعني قريبة علينا هناك طبعا بنكون ودائما بدنا انتباه بحر بحيرة برك بتكوا تنتبهوا عينيكوا عشرة عشرة على الأطفال تحديدا خلونا نتابع كتير ناس بأخذونا على البحر بقولولي هون وبرجعونا من مين؟ من عطلة أيوب من شفعمر تحياتنا إلك عطلة ولعائلة أيوب بيكتب لي كمان أكيد ليش لا تحياتنا لكل العيلي سوسن من قلنسة وكلامك صحيح يا سوسن وأيضا وعليكم السلام ورحمة الله ابتسام من وين يا ابتسام؟ ما كتبتيلنا ابتسام مزاريب بفكر من الزرزير أو المزاريب هناك كلامك صحيح يا ابتسام وأيضا يسعد مساك كل أوقاتك لدينا كمان رية أمارة من كفر كنة شكرا رية على الكلام الحلو وهدول الناس بأخذوا رية كمان على البحر وبرجعوها عطشاني غرآني جعاني كلامك صحيح رية من كفر كنة وأيضا أسماء الياس كاتبتنا من البعني بأخذونا كتار بتقول كتار اليوم بالألفين وثلاثة وعشرين أسماء الياس بتقول كتار بأخذونا على البحر وبرجعونا بالضبط مع الكلمة الصحيحة أسماء شكرا إلك أميني نضال عكري وخليل حاتم عكري من كابول كلام صحيح تحياتنا لكم كابول طبعا يعني إذا رحتوا على بحر عكا كمان قريب أيضا ما تنسوا يعني الزيب ما تنسوا أهل كفر ياسيف والمنطقة هناك يركا بنزلوا أكثر على بحر الزيب هناك نقول له قرية الزيب المهجرة طبعا كانت هناك وعليكم السلام دكتور أمن أمني محمد قعدان تحياتنا إلك ونبعد سلامك وتحياتك للأخ الدكتور إبراهيم قعدان في رومانيا وأكيد تحياتنا إله يرجع بالسلام دائما سلامات جود من أم الفحم أكيد يا جود الكلام صحيح في ناس كمان بأم الفحم بيودونا على البحر وينما كانوا بيرجعونا عطشانين غرقانين أو جعنين تحياتنا لجود من أم الفحم وامتابعين المشوار أبو أمل من عسفيا تحياتنا إلك وكلام صحيح أيضا أهل عسفيا بفكر بنزلوا على بحر حيفا يعني نزول جبل الكرمل إلا أنتوا بشط حيفا أكيد عكا شوي أبعد عسفيا بفكر والدالي أكيد يعني بنزلوا حتى من الجهة الجنوبية لحيفا بنزلوا دغري على الشواطئ هناك وأكيد كل الشواطئ اليوم مهم جدا نقول وينما بتكونوا دايما أسبحوا انزلوا للسباحة بأماكن فيها طبعا منقذ مهم جدا حتى لو البحر هادي هذه نصيحة اليوم على قناة هلا على الملأ حتى لو كان البحر هادي خافوا من البحر الهادي بيقولوا بالمثل العربي ومعروف يعني حتى لو كان هادي ممكن يكون فيه هناك حوامات داخل البحر فانتبهوا كتير السباحة فقط بأماكن مسموح فيها السباحة وموجود فيها منقذ والعالم يكون مش أسود أكيد مهم جدا كرم علي الصالح من شفاعمر بأخذونا على البحر بيقول كرم وبرجعونا كلام صحيح والرقم ما تغيروا يا كرم علي الصالح من شفاعمر هلا بقناة هلا وهلا بالخميس اليوم تحياتنا لكم ومين معناه ام سعيد من المشهد كلامك صحيح وبتقول هلا بزوجي خميس يعني كمان أهلا وسهلا هيك دربت عصفرين مش راح نقول لأنه معنا هذا المثل اليوم مساء الخير يوسف سواعد أبو سيف من البحر الميت تحياتنا إلك من بسمة طبعون وبالأصل نشكرك على البرنامج لا شكر على واجب طبعا الشكر لقناة هلا أكيد والكلام صحيح تحياتنا إلكوا لو من بسمة طبعون عم بتابعونا بالبحر الميت ارجعونا بسلام دائما وحتى بالبحر الميت يا جماعة مع أنه بقولوا الكل يعني بطوش بطفوا من ناحية المياه المالحة جدا يعني نسبة الملح كتير فالناس بتطفوا بتعمل زي طوش طي البيضة بالزبط كمان ما تعملوا لنا طوش وكمان مهم جدا وين في منقذ ننزل ما حدا بعرف شو بصير ليلة وعدي والتيتا من ترشيحة بودونا على البحر بقولوا وبرجعونا كمان من ترشيحة الكلمة المناسبة عطشانين غرقانين أو جعانين وإن شاء الله نرجع بسلام دائما وأمان خاصة بها الحر يعني كتير ناس بتقولك منهرب من البيت على البحر ولكن حلو حلو نهرب على البحر ولكن بدي يكون فيه أول إشي شط مسموع فيه السباحة فيه منقذ موجود نعرف كمان أنه أطفالنا حتى لو كانوا على الرمل ممكن تيجي موجي بدنا نضل جنبهم ما نتركهم أبدا وعيننا عليهم لو كنا جنبهم كمان هاي نصيحة مهمة جدا بالعطل الصيفية تحياتنا يسعد مساكوا شكرا بودوكوا على البحر وبنجعوكوا كلام صحيح وناجح جدا من نجاح صبح من شفا عمر أهلا وسهلا فيك نجاح نتمنى النجاح طبعا للجميع ومين معنا هون أم كمال من الناصر تحياتنا إليك أم كمال جوابك صح يا أم كمال بدينا بالسهل انتظروا اليوم شونا تركوا بالفترة بالفقرة التالتي كمان فيه مفاجأة أحمد حسن من غباري أحمد حسن غباري ما كتبت لنا من وين أحمد بفكر أم الفحم أو من زلف زلف أهلا وسهلا فيك أحمد حسن الكلام صحيح تحياتنا إلكوا بزلف رولا أبو خلف أم فريد من كفركنة تحيي لقناة هلا مثل دايما أحلى قناة وقناة من بلدنا والطاقم طبعا اللي بتعب عشان يقدم لنا أحلى برامج يعطيكوا طاقة إيجابية دايما ويعطيكوا ألف عافي يودونا على البحر ويرجعونا الكلمة صحيحة جدا جدا تحياتنا لكم بكفركنة من جميلة إمريم من عرب الحلف كلام صحيح يا جميلة إيجابة جميلة جدا أم سليمان من جت المتلث كلام صحيح أم سليمان بتقولنا الكلام صحيح مية بالمية سند السعفان من الناصري الجواب صحيح سند السعفان من الناصري كمان أبو وسام ما دمنا بالناصري من الناصري أبو وسام. كلامك صحيح يا أبو الوسام. هيام صبح من ترشيحة. كلام صحيح يا هيام. أهلا وسهلا فيك. أيضا ما تنسوا. يعني تبعثونا. عم بيبعثونا أمتلة بتشابه. صعب أذكرها حتى ما نكشف. شو مخبينا هناك بيودونا على البحر. كتير ناس. يعني هل هي مثلا مراوغة يعني ليش قالوا هذا المثل رح نشرح ليش. لأنه في ناس بيودونا على البحر وبرجعونا عطشانين غرقانين أو جعانين. شو الكلمة المناسبة منال من مصمص. جوابك صحيح. شكرا لكل البعث لنا أمثال كمان. رح نستعملها بالحلقات القادمة. من مبسوطين مع هلا. سيلين أبو الهيجة من كوكب أبو الهيجة. تحياتنا لكم يا سيلين. كلام صحيح كلام صحيح على المثل خلينا نشوف مين كمان هون. من النعورة. الحج أبو الناجي الزعبي من النعورة. الجواب صحيح. وتحياتك منوصلها لكل الطاقم أيضا بقناة هلا. سوزان من الليد. كمان كلامك صحيح. انتوا هناك في الليد على شواطئ تل أبيب. بفكر ويافة صحيح. هناك فيه شتوط للسباحة. كلير من يافة كمان. ذكرنا يافة. تلعط لنا كلير من يافة. مع إجابة صحيحة. شو يا كلير. في كتير ناس كمان بيافة. ممكن يودوك على البحر. بحر يافة. ويرجعوك يا كلير. عطشاني غرقاني أو جعاني لا سمح الله. أميل سمعان من الناصر كلام صحيح. نحن في الناصر طبعا جايين بالنص. يام ننزل على طبرية. يام ننزل على عكة. يام ننزل على حيفة. كله حوالين أمه حواليه. مثل ما قال المثال. إم حازم من الناصر إم حازم مرة واحدة تكفي كلامك صحيح. وبيقولوا بخدونا على البحر. بتقول إم حازم. وبرجعونا لكلمة المناسبة جدا. خلونا نتابع ونشوف طبعا مثال حلو. بيقول المثال ولكن مش رح نذكره اليوم. ممكن يا يوسف رفاعي. وعليكم السلام. من مجد الكروم. كلامك صحيح. المثال يعني ممكن يزعله منك كتير نساء. ممكن. علشانك خليني أفكر إذا المثال ممكن يكون معنا بالحلقات القادمة أو لا. لأنه بقولك دائما يوسف. وللجميع طبعا نذكرها. أنه لما نختار مثال. ما فيه أي إساءة لأي إنسان أو إنساني. ما يكون فيه تنمر على أي فئة. ما يكون فيه جرح. لو بسيط صغير لأي إنسان. لازم نختار أمثال تكون ملأمة للجميع. فالمثال اللي ذكرته ممكن يزعله منك فئة النساء بأكملها. ونحن ما مدنا هذا الشيء طبعا. وعليكم السلام. عدن من كسال. تحياتنا إليك عدن حبشي. وجوابك وينه يا عدن؟ مش شايفين لحد إسه. ابعتي لنا جواب يا عدن حبشي من كسال. يسعد مساك. شكرا. إم عدي مسعود من عرعرة. كلام صحيح. إم عدي. والإجابة طبعا. أنت عارفة إنه المعنى هو معنى مجازي جدا. في كتير ناس يعني رح أشرح لكم بنهاية الفقرة الأولى. ليش قالوا أجدادنا هذا المثل. بودونا على البحر وبرجعونا عطشانين غرقانين أو جعنين. ولم يا من شفاعمر كلامك صحيح. لم يا أهل شفاعمر على حيفة دغري. بعرف أنا. بروحوا على شواطئ حيفة أقرب يعني. أو عكة كمان. جايين بالنص. برجعك كمان هنا. إم الفهد من البعني. يسعد مساكي. وتحياتك للطاقم بأكمل وميوصلها. يسعد مساكي. والإجابة صحيحة. إم الفهد من البعني. بودوك على البحر من البعني. بحر عكة ممكن هناك أقرب. صحيح. وبرجعوك مثل ما ذكرت. أميرة أبو راجع من إم الفحم. كلام صحيح يا أميرة. وسلمان من الجولان. الجولان وين ما تنزلوا؟ راح تصلوا طبعا لأنه أعلى منطقة. وين منزلتوا؟ خلوا هالسيارة نازل دحل. بتوصلكوا لشاطئ من الشواطئ. وين بتكوه تختاروا؟ سلمان من الجولان بيودونا على البحر بيقول. وبرجعونا بالزبط هيك. عطشانين، غرقانين أو جوعانين. تحياتنا لكم في الجولان. وأهلا وسهلا بالجميع. مساء الخير عائلة غانم من زيمر. كلام صحيح لكل العائلة. اليوم تحيي كمان. مساء الخير. لم يقبلان من بيت جن. مية بالمية الكلام. اليوم متل ما ملاحظين المثل الأول. وهيك بدي أنا دائما ما حدا يقع بالفخ يا جماعة. لا بالمثل الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع. اليوم بالتالت راح يقعوا كتير بالفخ. ليش راح تعرفوا؟ زايد رجع غرفات من بيت زرازير. تحياتنا لك يا زايد. ما تزيد ولا حرف. كلمة صحيحة. مية بالمية. بيودونا على البحر يا زايد. و بيرجعونا مثل ما ذكرت زايد من الزرازير. أنا من الناصري ببراء هريش. أهلا وسهلا فيك براء. بتقول بيودونا على البحر. من الناصري بتقول براء. وعليكم السلام. و بيرجعونا بالزبط. تحياتنا للوالدي كمان. ام يزن. بتتابعنا و بيودونا على البحر. و بيرجعونا. شكرا إليك براء هريش على الكلام. وأهلا وسهلا بأهل الناصري كمان معنا. خلونا نتابع. مدامنا بالناصري. هاتوا تنأخذ أم اسماعيل معنا على شي بحر. أم اسماعيل من الناصري. أهلا وسهلا فيك. شو يا إم اسماعيل مع هلا بالخميس اليوم. بيودونا على البحر و بيرجعونا. عالجعنين. مش غرقنين ولا جعنين. لا لا يبعد عننا الغرق. إن شاء الله يبعدوا عن الجميع أكيد. أهلا بأهل. شو اسمه. بدي أنبه كل الناس بيرجعونا عالجعنين. والأيان هذا بشار هذا لازم كل يشرب ماي. صحيح. خاصة بالحر اللي جاي علينا كمان. بنهاية الأسبوع كمان راح تعلي درجات الحرارة. تزودوا بالماء أكيد. وانتبهوا لأطفالكم بالسيارات. شو اسمه من الاتصال على المباشر. شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بالرقم 097-993-993. شكرا إليك. يعني ذكرتهم بالرقم 097-993-993. أهلا وسهلا فيك. أم اسماعيل شكرا إليك. أهلا فيك. مساء الخير كمان لتبارك من يافة. يافة الناصري. كلام صحيح وإجابة صحيحة يا تبارك. مساء الخير لكل الطاقم كمان. الياس سمعان من الناصري. إجابة صحيحة 100% يا الياس. ومن الناصري خلونا نطلع شوي لأين؟ لكفركنة. ما بعدناش كتير. نهلة حمدان من كفركنة. جوابك صحيح يا نهلة. وكتير ناس بتقول يعني نهلة بكل الأماكن موجودة هالفئة من الناس اللي بودونا على البحر. ليش بيرجعونا عطشانين غرقانين أو جعانين؟ ليش؟ بدنا نعرف. سيلة خليل سيدي من الريني. تحياتنا إليك من كفركنة للريني نفس الطريق والحل صحيح. تحياتنا إليك سيلة. خلينا نشوف أهل دير حنة والبحر هناك. كيفك يا فوزية حمدون؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك أهل دير حنة وين بنروحوا أي شط؟ على عرب إنه طبرية أو عكة. طبرية أكيد أكرب. ولكن إذا شط بحر عكة صحيح؟ أكرب من حيفا. عطشانين برزة. برجعونا عطشانين برأيك فوزية؟ أهه. اسمها دب. أقول لكم إيش خالدي. على السريع. أقول لكم ظنة ورد لكل الطاقم. يسمينه ورد. إن شاء الله. إن شاء الله تصل للجميع. يعني كل اللي عم بشاهدنا من الطاقم. كل واحد إليه ورد. ما تتغاوشوا على الباقة. شكرا شكرا بإسمهم جميعا. شكرا إليك أهلين فوزية. مبسوطين مع هلبي كتبولي يسعد مساكم. غزل سلامي من قلنسوة. والجواب صحيح يا غزل. أهل قلنسوة والطيبي كمان. إذا بنروحوا بروحوا على شواطئ تلقبيب. بفكر أقرب. يعني أو نتانيا. نتانيا أقرب بكتير. ضربة عصاء لهن ابنة تانية. أهل قلنسوة والطيبي. أم عمار من كفر يسيف. كلام صحيح. كفر يسيف أنا بعرف. يعني بس تروحوا على الزيب. شاطئ الزيب. دائما أهل كفر يسيف موجودين هناك. قريبة. يركى كفر يسيف بنزله هناك. هنزل إلا هن وين؟ بشاطئ الزيب. تحياتنا لكم دائما. وبرجعونا بتقول سلين أبو الهيجة من كوكب. أبو الهيجة. كلام صحيح يا سلين. نجيب عطيلي من عصفيا. كلامك صحيح يا نجيب. نيل حرزلة من زيمر. كيفك يا نيل؟ الحمد لله. يعني ذكروا بالمثل ينيل بودونا على البحر. مش على نهر النيل. بودونا على البحر وبرجعونا شو ينيل؟ عطشانين. عطشانين. مش غرقانين ولا جعانين. لا. إن شاء الله كلامك صحيح. تحياتنا لك نيل من زيمر. أهلا وسهلا فيكي. نور من وين؟ من يافت الناصري. نطينا من زيمر ل يافت الناصري. بروحونا أول وحد اليوم أو أول حدق. وقع بالفخ. زبط حاله ورجع نور. إذا شاب أو صبيي زبطتم 100%. يعني طلعتوا من الفخ بسرعة واخترتوا الكلمة المناسبة. بدناش حدا يقع بالفخ. سيلة خليل سياد من الرين. الحل صحيح جدا. ذكرنا طبعا. يا سيلة. اكتار بكتبولي إنه ليه ما بتقول رسائلنا. شو ما بصل قدامنا؟ منحكيه طبعا على الملأ. بوديكوا على البحر وبرجعكوا. أبو اليزن وصارة وفرح ورولة. من باقة الغربي الكلام صحيح 100%. بتكونوا صبروا علينا شوي لأنه كله سريع. يعني عصر السرعة أعطانا كمان التواصل السريع كمان. على الواتساب يسعد مساك سدن سلامي من قلن سوى. جواب 100%. سدن سلامي من قلن سوى. الحج مصطفى من دير الأسد. أكيد أكيد بإسمي بقوله وإسم جميع المشاهدين. نتمنى دايما تكون دايما سنة أيام. يعني كل العطلة. أيام العطلة تكون أمان يا رب. شكرا إلك. بإسمك وإسم كل المشاهدين. إحنا كمان منضم صوتنا لصوتك. تكون هذه العطلة الصيفية. ما فيها أي حوادث خاصة بالبحر والغرق. عم نسمع طبعا دائما انتبهوا كثير. يعني ما تتركوا أطفالكوا لوحدهم. لو كانوا على الشط. يعني على البسيط. هناك على البداية تبعة البحر. ما تتركوهن أبدا لأنه البحر غدار. ما في غنوية طلعات كذب. وما في مثل طلع كذب. الزمن ضوار والبحر غدار بقوله. وأيضا معنا هون. بكتبوا الاسم دائما حتى ما نبدأ. آية حلا هيثم أيمن كيوف من عسفيا. دائما كتبوا لنا الاسم قبل الإجابة الصحيحة. خاصة إجابتكم صحيحة من عسفيا. أماني عبد المالك من جسر الزرقة. الجواب صحيح. تحياتنا لكم. دعنا نرى أهل قلنسوة والبحر. كيفك يا رشا؟ أهل أو سهلة فيك يا رشا. رشا يودونا على البحر حتى لو كنا بقلنسوة أو بالطيبة أو بأي مكان. ويرجعونا. كيف تسمعونا من التليفون دائما؟ حتى لو كنا عطشانين. يرجعونا عطشانين برأيك؟ أه. سجلنا عننا. شكرا لك يا رشا. أهلا وسهلة بأهل قلنسوة. أمثائر مطلق من جلجولي. نطينا من قلنسوة إلى جلجولي. الكلام صحيح يا أمثائر. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. كمان إجابة صحيحة من رسل أبو ياسين من زيمر. 100% الكلام. حلو التواصل. هيك مباشر. الكل عمبي بتواصل معنا مع رسائل بتجنن. تحياتنا لساهر من الزرزير. كلامك صحيح يا ساهر. 100% الكلام. وأكيد ستجاوبونا كمان على الأمثال القادمة. لأنه اليوم بالمثل بالفقرة الثالثة في مفاجأة. شو هي؟ أنترونا. عبد الفتاح أبو عبد الله من جسر الزرقى. الكلام صحيح. عبد الفتاح أبو عبد الله من جسر الزرقى. 100% الكلام. وبهالحر يعني لقيت مناسب أنا. نبدأ بالبحر يا جماعة. بودونا هالمجموعة بتودين على البحر. وبترجعنا هالمجموعة عطشانين. غرقانين أو جوعانين. وكتار منه الموجودين بمجتمعنا. مساء الخير صفاء من شفعمر. الرقم صحيح يا صفاء. واللي بتصل طبعا على رقم التواصل الكتابي. رجاء رجاء منذكر دائما 097993993. هذا هو الرقم للاتصال. 100% تحياتنا لكم. خلونا نتابع صفاء من شفعمر كلامك صحيح. 100%. إيميل سمعان تحياتنا إلك. بكتب لي أيضا المثل 100% صحيح. ومثل خيرات لكل طاقم قناة هلا. من سجود من نحف. بيرجعونا 100%. وهلا بالخميس على قناة هلا. مبسوطين مع هلا. شكرا إلك. تحياتنا إلك. إيميل سمعان من الناصر. أكيد جوابك صحيح. ذكرنا. وأيضا مساء الخير. إم اسماعيل. تحياتنا إلك. وأيضا لكل الأحفاد. إجابة صحيحة جدا. زهيرة من كفركنة. وضعك 100% أكيد صحيح. إم ثائر مطلق من جلجولي. كمان ذكرنا أنه الإجابة صحيحة. يعني اليوم زي ما ملاحظين. ما فيش حدا. واللي وقع بالفخ. هو لحاله طلع بدون ما نذكره. عرف أنه الكلمة خطأ. أنيسي شرارة من الناصر. كمان بيودونا يا أنيسي شرارة على البحر. ويرجعونا زي ما ذكرت. سلامات أبو محمود الكلاني من يافة. يافة الناصري. كلام صحيح. أبو محمود. الإجابة لا تغيرها أبدا. عايدة بتحيش من الناصري. كلامك صحيح. بيودونا يا عايدة على البحر. وليش بيرجعونا عطشانين. غرقانين. جوعانين. تحيات لك. قناة هلا. من محمد سعيد جبارين. المثل بيقول. بيودونا على البحر. وبرجعونا كلام صحيح. محمد سعيد جبارين. 100% الإجابة صحيحة. وامتابعين تفاعل بجنن. واتصالاتك دائما. مثل ما نذكر. بيقولونا كيف نتصل. 097993993. وبعدنا بالفقرة الأولى. أم حسين عياد. من الطيبة تحياتنا إليك. وبتقول أم حسين عياد. ليش أكم حلقة ناسين. إحنا مش ناسينك. ولكن تلعت قدامنا طبعا. الرسالة دغري من جاوب. فإجابتك صحيحة. أم حسين عياد. ما مننسى حدا عننا هون بقناة هلا. حسب التواصل والتفاعل. لأنه سريع جدا. أعذرونا دائما. إمفوزي من الكدس. كلام صحيح يا إمفوزي. كمان أهل الكدس بنزلوا على بحر يافة. أقرب أو على البحر الميت. حسب إذا حابين بحر الأبيض متوسط. بنزلوا على يافة أو شواطئ تلقبيب. إذا حابين بحر الميت. بنزلوا على أريحة. إلا هن بشواطئ أريحة. وعليكم السلام إم هاشم كيلاني من المكر. كلامك صحيح يا إم هاشم كيلاني من المكر. خلونا نتابع. توفيق قديس من يافة. البحر عندكو بيافة. أنتو هناك. مين يافة كمان معروف. والإجابة صحيحة. تحياتنا إلك. توفيق قديس من يافة. من يافة لوين. خلونا نرجع على الناصري. غادة من الناصري. زعلاني علينا. ولكن بيودونا على البحر. والحل صحيح طبعا. بحلقة الأمس ما ردينا. ممكن شفناها. وصلت بعد. ما تزعل. زعل كوريدا. غادة من الناصري. أهلا وسهلا فيك. وأندلس. حلوها الاسم. أندلس عبد الفتاح عماش. بتذكرنا بالأندلس. بإسبانيا طبعا. من جسر الزرقة. كلام صحيح. وجسر الزرقة. بحر بجنن هناك. زرناه طبعا من خلال قناة هلا. بجنن بحر جسر الزرقة. وبأخذونا على البحر كمان هناك. وين؟ بمجد الكروم. على بحر ممكن عكة أقرب. وبرجعونا مثل ما ذكرت. أو ذكرت إسراء مناع. وفاطمة مناع كمان. من مجد الكروم. تحياتنا لكم. أهلا وسهلا. منقول دائما تحيات لمجد الكروم. معاد جابر من الطيبة. كلام صحيح يا معاد. بودونا على البحر. لو من الطيبة. على بحر نتانيا ممكن. ولكن على شاطئنا تانية. وبرجعونا يا معاد. عطشانين. غرقانين أو جعانين. مثل ما ذكرت مية بالمية. منتهى من عكة البحر عندها يا جماعة. البحر حد بيتها. من شباك بيتها بتشوف البحر. والجواب صحيح. كمان أهل عكة معروف المثل عندهن. يا خوف عكة من هدير البحر. ما كذا بالمثل. محمد من راهط. بيرجعونا يا محمد من راهط. من البحر. أو باخدونا على البحر بيرجعونا. زي ما ذكرت محمد من راهط. وأيضا وعليكم السلام. يسعد مساك. حسن إبراهيم مواسي. أبو إبراهيم من باقة الغربية. أكيد نصايحك عم منذكر فيها. والكل عم بذكر. اشربوا مية جماعة. وما تتركوا أطفالكم بالسيارات. خاصة بالمقعد الخلفي. ونلتهي بالاتصال. وننزل من السيارة. يودونا على البحر ويرجعونا. شكرا إليك أبو إبراهيم مواسي من باقة الغربية. وعليكم السلام. جود من شفا عمر. كلامك صحيح يا جود. والجود من الموجود. بيقولوا بالأمثال طبعا. مساء الخير. بيودونا على البحر. بيرجعونا. رانا زعبي من قرية الدحي. أهلا وسهلا فيك رانا. أم وسام من الناصر. كمان جوابك صحيح. يعني الإجابات حلوة بالفقرة الأولى. كلها صحيحة. أم وسام من الناصر. لأنه مثل سهل جدا. ومنبدأ بالسهل. بوعدكم طبعا بالفقرة التالتي. يكون عندكم تشككات كتير. ليش رح تعرفوا. منال من الفريديس. بيأخذونا على البحر. وبرجعونا. وانهار كرواء بتقول منال من الفريديس. أهلا وسهلا فيك. وبحر الفريديس بجنن. وصيادين الفريديس كمان. يعني منروح على الصيادين. إيش بجنن سوق الصيادين بهبل. يسرى أبو رية من سخنين. كلام صحيح وجمعة مباركة إليك كمان. يسرى أبو رية من سخنين. أهل سخنين أقرب طبارية صحيح. بعرف أنا. يعني بتلاقوهن دايما بطبارية سخنين. لمغار درحنة. أقرب الهن هن نزلي. من هناك إلا هن وين. على مفرق المجدل بالزبط. حافظ كل الشوارع. جميلة مجدوب من أبو سنان. جواب صحيح يا جميلة. أبو سنان أقرب الهن طبعا تزيد. كفر يسيف. أبو سنان يركى كل هديك المنطقة. حتى معلية. حتى ترشيحها وين بتلاقوهن. بشط الزيب دايما هناك. أروى محمود شرارة من الناصري. بالزبط هيك. من الناصري لو رحت ع طبارية. لو رحت على عكة. على حيفة بودونا على البحر يا أروى. وبرجعونا مثل ما ذكرتي. عطشانين غرقانين أو جعانين. وإن شاء الله لا بدناش حدا لا يغرق ولا يجوع ولا يعتاش كمان. ومعنا هون إم ربحي. معنا بودونا على البحر طبعا. إم ربحي شواهني من جل جولي. كلامك صحيح يا إم ربحي. وبيودونا على البحر. وبرجعونا زي ما ذكرت إم ربحي. تحياتنا إليك كمان. مثل الوارد. أبو محمد من الكدس شكرا على الكلام الحلو. جوابك صحيح يا أبو محمد. مش عشان الكلام حلو. عشان إجابة اختيار موفق وصحيح. اللي عم بتصل فينا على رقم الواتساب رجاء يا جماعة. الاتصال فقط على 097993993. شو أسهل من هيك رقم؟. أهلا وسهلا فيكو جميعا. امتابعين معنا هون. أبو أليف من كفر قاسم. بقول وصلت للتو من أنطاليا. الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. شو مع الشانتات وصلوا ولا بعد. وتحياتنا إليك. وطبعا اللي بتصل رجاء ما تتصلوا على هذا الرقم. سارب دير أبو أليف. الحمد لله على السلام. إجابة صحيحة. وتحياتنا إليك. والحمد لله على السلام. لكل اللي بصلوا كمان. بنهاية العطلة الصيفية. أو بنصها. بعدنا بنصرنا. بس يخلص شهر سبعة. كتير ناس بتبدأ تعد على التنازل لاستقبال السنة الدراسية. دغري. بس يخلص شهر سبعة. واحد تمانية. قربنا على المدرسة. واحد وثلاثين سبعة بعدنا بالعطلة. واحد تمانية. دغري. واحد آب. نبدأ نفكر بالمدرسة. سهام سليمان غبارية من المشير. في كلام صحيح يا سهام. وامتابعين من المشير في لوين. لذكرى عثامني من حيفا. حيفا حد بيتك البحر. تحياتنا إلك ذكرى عثامني من حيفا. كتير بحيفا كمان. يعني قالوا المثل كمان لكتير ناس بحيفا. مش بس للناس اللي بعاد عن البحر. لو بحيفا بيودوك على شط حيفا على البحر. بيرجعوك يا ذكرى عثامني. زي ما ذكرتي. وهدول أكتار. بالألفين وثلاثة وعشرين. من راما وأيهم من الناصري. الجواب صحيح. تحياتنا إلكو راما وأيهم من الناصري. لسامي أبو مخ من باقة الغربية. بس نسمى عيلة أبو مخ دغري باقة الغربية. سامي أبو مخ جوابك صحيح. تحياتنا إلك يا سامي أبو مخ من باقة الغربية. وأيضا مين معنا هون؟ أم محمد من الزرزير. تحياتنا إلك أم محمد جوابك صحيح. أهلا وسهلا فيكي. أم محمد من الزرزير. أهل الزرزير. وين منطته لو راحوا لشقة حكة لو نزلوا على شقة طبارية جايين بالنص حيفا كله قريب وبلادنا طبعا تقدر تلفها بثلاث أربع ساعات كله قريب على بعض وعد جابر من الطيب تحياتنا لوعد كلام صحيح يا وعد مية بالمية وامتابعين ذكرة تحياتنا إلك وأهلا وسهلا فيك شكرا وامتابعين كمان من حيفا لوين هذا بسألنا صحيح صديق البرنامج معنى مع أنه كلهم أصدقاء وصديقات البرنامج يا شهاب مرزوك من أبو سنان الجواب صحيح مع تحياتنا لكل أصدقاء وصديقات البرنامج اللي بتابعونا كمان من دون ما يتصلوا أو يبعثو لنا قاعدين بيحضرونا تنين أربع خميس وبيقولولنا دائما وين ما بيشوفونا وجه لوجه ابعث لنا تحية حتى لو ما بنبعث لك للكل للكل هالتحية توصل واللي بشاركنا كمان بالاتصال على 097-993-993 كمان أهلا وسهلا فيكو وأيضا اللي بشاركنا على الواتساب كمان أهلا وسهلا جاكلين خليف مثلا من الناصري تحياتنا إليك وبيخدوك على البحر يا جاكلين بالضبط وبيرجعوك عطشاني غرقاني إن شاء الله لا أو جعاني إن شاء الله لا مية بالمية الكلام وعليكم السلام من الكدس الحج أبو محمد والحج أم العز بدران تحياتنا إليك والمثل كنا بريت الدار ووصلنا ووصلنا بيرجعونا يعني بأخذونا على البحر يا حج أبو محمد والحج أم العز بدران من سلوان بأخذونا على البحر من سلوان مثلا على يافأ وبرجعونا عطشانين غرقانين أو جعانين واحد منهم صحيح وهو طبعا بالمعنى المجازي للمثل يسعدك شكرا 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 أم محمد بن الزرزير لا شكر على واجب أهلا وسهلا فيكم مع قناة هلا ألين أبو عمر من المقابلة تحياتنا إليك وإكتبي لنا جواب ما كتبت لنا باعتتي لنا طبعا لايكات وإشياء هكذا حلو ولكن إكتبي لنا جواب بأخذونا على البحر من مجل كروم وبرجعونا بالضبط هيك لين ألماني تحياتنا للين وأهلا وسهلا لين ألماني من مجل كروم حلو حلو المثل اللي بعتين لنا إياه تحياتنا لكم الجواب صحيح وبتقول ست سكرة وأكلها النحل هذا مثل كان معنا بالسابق طبعا أكلها النحل أكيد مش النمل وعليكم السلام كلام صحيح للحج أبو محمد والحج إم العز بدران واليوم زي ما ملاحظين طبعا عم تصل كل الرسائل تباعا غادة من تمر الزعبية كلام صحيح يا غادة وأهل تمر الزعبية أقرب الهنط برية أميرة من الناصر كلامك صحيح يا أميرة بودونا على البحر لكل اللي انضمونا بهاللحظات وبعدنا بالفقرة الأولى بودونا على البحر بيرجعونا عطشانين غرقانين أو جعانين والمعنى مجازي جدا للمثل ركية سمري من الجديدي كلام صحيح أكيد المثل صحيح الحج فاطمة خالدي من شعب كيف الوضع عندكم بالشعب؟ الحمد لله الحمد لله شعب أقرب على عكة بفكر صحيح؟ على شواطئ عكة ونهرية صحيح شو رح تقولي لنا؟ يعني بودونا على البحر هالناس وبرجعونا شو يا حجي شو رح تقولي؟ برجعونا عطشانين مش غرقانين ولا جعانين؟ لا إن شاء الله كلامك صحيح تحياتنا لكم بالشعب أهلا وسهلا فيك ومن شعب نطينا للكدس كمان مرة فوزي من الكدس فوزي من الكدس بوديك على البحر بيكتب لي وبرجعك كلام صحيح تحياتنا إليك فوزي أو فوزي من الكدس أهلا وسهلا فيكو جميعا وعندنا كتير كتير صور عم تصلنا مشكورين على شو فنها التصوير اللي عندكو تصوروا شاشة قناتها وتبعتوا لنا يعني طالعين منورين بيكتبو لنا حلو حلو كتير عم بتصوروا شاشة قناتها منوري كل بيوت عندكو إن شاء الله دايما خلينا نتابع سامر من يافت الناصري كلام صحيح يا سامر يافت الناصري زي ما ذكرنا بكرب الناصري أقرب حيفا يعني جايين بالنص حيفا عكا أو على طبرية أميرة من البقيعة شو الوضع بالبقيعة مع البحر هلا بالخميس أميرة تحياتنا إليك تسلمي أميرة البقيعة أقرب على عكا بفكر عكا حيفا نهرية عكا أكيد أميرة شو الوضع مع المثل يعني بودونا في كتير ناس بالبقيعة كمان ممكن يودوك على البحر بالمعنى المجازي ويرجعوك شو يا أميرة عطشانين عطشانين مش غرقانين ولا جعانين لا عطشانين إن شاء الله كلامك صحيح تحياتنا إليك أميرة من البقيعة أهلا وسهلا فيك شكرا إليك من البقيعة كمان لعسفيا نطينا على جبل الكرمل عسفيا عندنا هناك أبو رامي من عسفيا تحياتنا إليك باخدونا على البحر يا أبو رامي بنزلونا هالنزلي أو على حيفا أو على عكا وبرجعونا زي ما ذكرت أبو رامي من عسفيا تحياتنا إليكو بعسفيا دالية الكرمل الكبابير كل هالمنطقة اللي بتشاهد قناة هلا أيضا وعد جابر من الطيب شكرا أحلى تحية بتقول وعد لقناة هلا وإجابتك صحيحة مثل ما ذكرنا خالد أبو دوام من تل السبع يعني بحلقة الأمس ما شفنا رسائلك لكن اليوم عم بتبين وأهلا وسهلا فيك والجواب صحيح خالد أبو دوام من تل السبع وين أي بحر أقرب الكهولات بفكر إلات أقرب بحر البحر الأحمر على بير السبع أقرب من حيفا أكيد يعني وين اللي بحافظ الخارطة يعني من تل السبع ممكن كمان أجدود ممكن كمان تكون قريب على كل حال خلينا نطلع فاصل بعده نتواصل مع الفقرة الثانية مع أكم تفاعل على الأولى ونستبدل المثل الأول بمثل تاني مبسوطين مع هلا عقلات هلا موسيقى 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 عدنا مشاهدي قناة هلا بعد الفاصل أيضا بانيتي جروب تحية كبيرة لكل اللي بتابعونا هناك تحياتنا لكم جميعا عدنا بعد الفاصل حتى نأخذ أكم تفاعل على الفقرة الأولى ومن بعدها نستبدل المثل الأول بمثل ثاني والمثل الأول سهل جدا كثير ناس كثير ناس معروف المثل عندهم لأنه بتعاملوا مع ناس من هالفئة بودوهن على البحر ويرجعوهن عطشانين غرقانين أو جعانين خلينا نشوف عشوائيا نأخذ ثلاث تفاعلات راما وأيهم نخاش من الناصري جواب صحيح أيضا خلينا نأخذ كمان تفاعل أو تنين شكرا على الكلام الحلو ومين هنا بدنا الاسم دايما يعني بدأ قعد أفتش أنا على الأسماء يا جماعة دايما ابعتوا لنا مش نبين الاسم فبدنا نعذر منك دايما الاسم قبل كل هالمقدمات الحلوة والصور دايما اسم المرسل أو المرسلة طبعا لها الرسالة ومرة واحدة تكفي تاليا مجذوب من أبو سنان الجواب صحيح خلينا نختم مع تاليا أو بعد فيه هاته نأخذ كمان حدا عادل الحج علي من معاوية بودونا على البحر يا عادل الحج علي ويرجعونا عطشانين هذول الناس خلينا نحكي شوي قبل ما نستبدل المثل الأول بمثل الثاني لأنه فيه كثير ناس كلامهم يا جماعة فيه نوع من السحر يعني بس يحكوا دغري بلفتوا نظرنا بالكلام بأخذونا على البحر ويرجعونا عطشانين ليش قالوا هيك لأنه فيه كثير بالحديث خداع وأيضا يعني الكاذب الخلاب مع أنه الكذب مش خلاب أبدا ولكن فيه ناس بقعدوا يحكوا لنا منصدق إحنا ومنعيش معهن الكذب مرات فهدول الناس الله يبعدهن عنه وعنكم جميعا بيودونا على البحر ويرجعونا عطشانين لا منوخد حق ولا باطل لا منوخد منهن حق ولا باطل بالضبط هيك لأنه هدول الناس يعني شاطرين ما نقول بالحكي حلو يعني حلو الإنسان يكون شاطر بالحكي بس يكون صادق وعوده تكون بمكانها مش إنه نحكي 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 بسموها بالدارج يفعفط يعني إنسان فعفاض زي مجاجة بتفعفط حواليها على الفاضي فقط غبار وبتلاقي لها كم حبة ملح بالتراب على كل حال على كل حال هن عارفين حال هن بأخذونا على البحر وبرجعونا عطشانين فقط كلام 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 المثل الثاني خلينا هذا نسجله ونحطه على جنب المثل الثاني يا جماعة حكينا على الحديث اللي إله لسان و الله سبحانه وتعالى نشكر الله عطانا لسان واحد يا جماعة ما عطانا كمان أكتر اللي إله لسان ما بتعب بنمرة واحد ما بضيع بنمرة اثنين أو ما بسكت بنمرة ثلاثة وانتوا راح تكرروا عنا اليوم شو مع لسان يا جماعة وقالوا كل لسان بإنسان معروف معروف المثل فأبو محمد من بير السبع كمان كلامك صحيح على المثل الأول بدنا نشوف مين أول مثل وإجابة على المثل الثاني طبعا صحيح وصلتنا إجابة من زهيرة من كفر كنة بتقول اللي إله لسان مية بالمية الكلام زهيرة وانت أكيد ست العرفانات زي ما بقولوا كتار من مشاهداتنا بعرفوا المثل وماشيين عليه اللي إله لسان ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت أبدا بضل يحكي اللي إله لسان وطبعا حلو يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا لسان بس أعطانا معاه عقل نفكر شو نحكي بسرعة بتلقائية ما نغلط مش بس اللي بحكي بلعلع كلام ومش كل من لعلع لعلع هذا المثل إلي يا جماعة ما حدا بقدر يتعدى عليه اللي مش كل من لعلع لعلع واليوم بلشنا طبعا بودونا على البحر وبرجعونا عطشانين بسبب الكلام الكاذب اللي بسيطر علينا مراته بيكون خلاب ولكن بالمثل الثاني اللي إله لسان إجابي جدا ما بتعب ما بضيع ما بسكت وعنا هون سامي أبو مخ من باقة الغربية كمان كلامك صحيح يا سامي وأنا بعرف إنه كل اللي إله الإنسان بالضبط بعرفوا الجواب الصحيح لمية من شفعمر كمان يا لمية المثل الأول الصح والتاني كمان صح المفاجأة الكبير اليوم بالمثل الثالث غادة من تمر الزعبي كلامك صحيح يا غادة أميرة من البقيعة شو وضع اللسان بالبقيعة يا أميرة ما بسكت عن الحق ما بسكت أبدا صح ما بسكت عن الحق اللي إله لسان بتقول أميرة من البقيعة ما بسكت ما رح تغيري مش ما بتعب أو ما بضيع لا لا سجلنا عنا أميرة شكرا إليك يا أميرة من البقيعة لا لا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا تحياتنا لعطلة أيوب من شفعمر كلام صحيح يا عطلة على المثل الأول والمثل الثاني واللي إله لسان ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت أبدا بالضبط هيك أم يوسف من أم الفحم عطشانين صح طبعا بودونا على البحر وبرجعونا عطشانين والمثل الثاني على الوجع بتقول مية بالمية أم يوسف من أم الفحم اللي إله لسان اللي إله لسان ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت وعليكم السلام وكل لسان بإنسان أم سعيد من المشهد بدك تغيري واعتب الفخ يعني قلائل جدا اليوم بحلقتنا عم بقعوا بالفخ مع أنه كنت بالطريق الصحيح انتبهي ام سعيد من المشهد ليش غيرتي ما حدا قالك تغيري بدك ترجعي ام سعيد من المشهد غيري وارجعي لنا هالمرة أبو محمود كيلاني من يافت الناصري تحيات إليك كمان بدك تغير وقعت بالفخ المثل الأول صحيح أبو محمود كيلاني من يافت الناصري والمثل الثاني بدك تغير طبعا أبو وسام من الناصري الرقم اللي اخترته صحيح جدا على الأول وعالتاني الثالث اليوم انتوا رح تختاروا لأنه فيه مفاجأة حلوة كتير أبو وسام من الناصري أرقام صحيحة مية بالمية متل ما ذكرنا خلونا نتابع ونشوف وين وصلنا تفاعل سريع جدا أسماء الياس من البعني بتقول اللي إله لسان كلام صحيح ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت لإله لسان دو يظل يحكي ما بسكت ومش كل من حكا حكا يا جماعة مساء الخير جود من شفعمر أحياتنا إليك يا جود كلامك صحيح يا جود يعني على الكلمة المناسبة جود من شفعمر وعليكم السلام لكل الطاقم كمان إميل سمعان من الناصري وقعت بالفخ يا إميل بدك تغير وترجع لنا المثل الأول عطشانين صحيح خلينا نشوف أهل المزرعة كيفك يا تالا عوض من المزرعة قضاء عكا أهل أو سالة فيك تالا بدك تعلي صوتك تختاري لنا اللي إله لسان كمان بالمزرعة ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت شو رأيك يا تالا ما بضيع ما بضيع سجلنا عنا شكرا إليك تالا وأهلا وسهلا بأهل المزرعة عادل الحج ما زالنا بالمزرعة طلعنا على معاوية كمان هناك أو نزلنا نزلنا على معاوية وبقول اللي إله لسان بقول عادل الحج علي من معاوية كلامك صحيح تحياتنا إلك عادل الحج علي سوسا من قلانسوا من معاوية جينا على قلانسوا كلام صحيح يا سوسا أيضا على المثل الأول. إسلام جبال من الطيبة. كيفك يا إسلام؟ إسلام كيفك يا إسلام؟ أهلا وسهلا. لأنه بطلع معنا كمان شاب اسمه إسلام. فأهلا وسهلا بكل الأسمائهم طبعا شاب وصبي ممكن تكون. إسلام شو رأيك؟ يعني بودينا على البحر وبرجعنا عطشانين عرفناه. ولكن اللي إله لسان ما بسكت. ما بسكت أبدا برأيك؟ هذا كمثل ثاني ممكن يكون. ما بسكت عن الحق لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن اللي إله لسان ما بتعب ما بضيعه ما بسكت. أنا أنا بقول ما بسكت. ما بسكت. أنت بتقولي ما بسكت. إن شاء الله كلامك صحيح. تحياتنا إلك إسلام. أهلا وسهلا فيكم جميعا. وتابعونا تابعونا دائما. أهلا وسهلا. متابعين طبعا تفاعل غير شكل موجود معنا اليوم. ومن قلن سوا. غزل سلامي. من قلن سوا. مبسوطين مع هذا بتقول. الجواب الأول صح. والجواب الثاني كمان صح. وتحيي لدار الجد أبو جاد. أهلا وسهلا فيكم. دار الجد أبو جاد. من غزل سلامي. من قلن سوا. أم محمد من أم الفحم. اللي إله لسان شو يا أم محمد. ما بضيع يعني. ما بضيع بالأحرام. مش ما بتعب ولا ما بسكت. لا لا ما بضيع. والمثل الأول أنا هستفوتت بأخذونا على البحر وبرجعونا عجشانين. عجشانين حتى لو كنا من أم الفحم. هدول الناس بدنا ننتبه لحديثهم. كنا من أم الفحم على عجشانين. فحياة ننتبه لكم بأم الفحم. وارجعونا بسلام دائما. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. وام تابعين من أم الفحم. ما زالنا بأم الفحم جود من أم الفحم. اللي إله لسان بيقول جود. كلام صحيح جدا. والمثل الأول يا جود أكيد ذكرنا. بودونا على البحر هالناس وبرجعونا عجشانين. لأنه كلامهن مدولبة. نيل من زيمر صحيح؟ أهلا بنيل. نيل ودونا على البحر ورجعونا عجشانين. واللي إله لسان يا نيل. لسان ما بضيع. ما بضيع. مش ما بتعب ولا ما بسكت. لا. سجلنا عنا نيل. تحياتنا لكم. أهلا وسهلا بأهل زيمر. من زيمر طلعنا على جبال الكرمل. على عصف يا نجيب عطيلي. من عصف يوقعت بالفخ يا نجيب اليوم. المثل الأول صح. الثاني لك تغير. اللي إله لسان ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. مهم جدا هذا المثل. وبدي أقول لكم لمين مهم. لكل اللي بسافروا يا جماعة. عليش رح تعرفوا. كلير من يا فتحياتنا إلك كلامك صحيح يا كلير. وأكيد اللي إله لسان وكل لسان بإنسان. أميرة أبو رجا من أم الفحم. كلامك صحيح يا أميرة. تحياتنا إلكوا بأم الفحم. أم محمد حسان. من طمرة بتقول اللي إله لسان. كلام صحيح مية بالمية. بودونا على البحر برجعونا على تشانين. من طمرة كمان. موجود طبعا إجابتك صحيحة. اللي إله لسان. من عسفيا. أبو رام حسين. كلامك صحيح. تحياتنا إلك أبو رام حسين. من عسفيا. وسدن سلامي من كل سواء. الجواب صحيح. على المثل الثاني والأول كمان ذكرنا. بودونا على البحر. برجعونا على تشانين. وتحيات لقناة من محمد سعيد جبارين. من زلفئ. أكيد. تحياتنا إلك. والمثل بيقول اللي إله لسان. بالزبط هيك. كلام صحيح جدا. ويعطيكو ألف عافية كمان. من إم الفحم. عفوا. مش من زلفئ. محمد سعيد جبارين. من إم الفحم. تحياتنا إلك. وتابعونا دايما. أميني نضال أو أمنية. أميني. أميني نضال عكري. وخليل حاتم عكري من كابول. اللي إله لسان. بقولولنا أميني. وخليل ما بتعب. ما بضيع بنمرة اثنين. أو ما بسكت بنمرة ثلاثة. ومش كل من حكا حكا يا جماعة. بالزبط هيك. خلونا نتابع ونشوف. عندنا هون. اللي إله لسان. لا يا حج مصطفى من دير الأسد. وقعت بالفخ. قلائل اليوم وقعوا بالفخ. انت منهن غير وارجع. المثل الأول صح طبعا. بودونا على البحر هالناس بكلامهن. الخلاب الكذاب. وبرجعونا عطشانين. بوعدونا ممكن وعود وعود وعود. كلها بتتبخر وبتطلع مع موج البحر بتروح. بالزبط هيك. مسأل خير. عبلة حجازة من طمرة. اللي إله لسان. مية بالمية الكلام. وبالذات بوقت الصفر كتير ناس بتسافر. اللي إله لسان يا جماعة. كتير رح يستفيد منه بالصفر. ليش؟ رح تعرفوا. ورح نحكي طبعا. شو المعنى الأكيد للمثل. ام عمار من كفر يسيف. يسعد قواتك كمان إلك. اللي إله لسان بتقول ام عمار. كلام صحيح جدا. بودونا على البحر بكفر يسيف. على الزيب. وين مكان. وبرجعونا عطشانين. هيك قال المثل. الحج. أبو حسام الحج يحيا. من الطيبة. الجواب صحيح مية بالمية. تحياتنا إلك حج. وأهلا وسهلا بأهل الطيبة الأطياب. اللي إله لسان. نجاح صبح من شفا عمر. كلامك صحيح يا نجاح. ناجح جدا اليوم. اختياراتك واختيارك ناجح جدا. معنا كمان رولا أبو خلف. ام فريد من كفر كنة. بحب أشرك بالبرنامج كثير. ودائما تذكر مرات. اسمي مرات. لا بدكوا طبعا يعني بدكوا دائما تعذرونا. وبتخترش بتقول أمثال فيها تنمر مهم جدا. وبتحافظ على شعور الناس. أكيد. يعني قناتها لب كل برامجها. إذا من نختار كلام يجرح حدا. ما بطلع على الهوى بقناتها. لو عنا كتير. طبعا يعني ناطرين على الكلمة مهم جدا. عشان هيك. دائما كل مجتمعنا ما في تنمر بالأمثال على أي فئة. ما في جروح لأي حدا. شكرا إلك. وكلام صحيح اختيارك طبعا. اللي إله لسان بتقول عنا رولا أبو خلف. ام فريد من كفر كنة. ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. والكلام صحيح. الاختيار موفق جدا. رولا أبو خلف. ام فريد. خليونا نتابع. سوزان من اللد. شو يا سوزان. اليوم متصبح بحدا. مبتسم أكيد. لأنه إجابة على المثل الأول صح. والتاني صح. بدون أي فخ. سوزان من اللد. أم إسماعيل من الناصري. المثل الأول. عرفنا طبعا عطشانين. والمثل الثاني اللي إله لسان. ما بتوه. ما بتوه أو ما بضيع. ما بتوه. اللي إله لسان بسأل وين هاي وين هاي وين هاي. مش ما بتعب أو بسكت. لا ما. سجلنا عنا إم إسماعيل. تحياتنا إليك وللأحفاد دائما بشاركوك يا أكيد. أكيد دائما أنت بالفرصة دائما عندي. وش اسمه. وريد أبعث سلام لأم أشرف سويدان حبيبة عمري هاي. أم أشرف سويدان إن شاء الله تكون على المشاهدة كمان. شكرا إليك. أهلا وسهلا الله خليكو لبعد دائما. وإم خالد من إم الفحم. كلامك صحيح على المثل الأول. والتاني أيضا. اللي إله إلسان يا جماعة خاصة بالسفر. عم بعطيكو تلميح كبير. ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. بالسفر يا ما قضينا مع ناس طبعا. أبو محمد من بير السبع. تحياتنا إليك. كلام صحيح على المثل الأول. أبو محمد والمثل الثاني كمان صحيح جدا. اللي إله إلسان بيقولولنا. حدا واقع بالفخ من اللي فريديس نجلة. نجلة مرعدك تغير يا نجلة. ارجعي لنا بعدنا بالفقرة الثاني. يقوا معنا وقت. وعليكم السلام. شكرا على الكلام الحلو. إم سليمان من جد المتلت. عطشانين صح. والمثل الثاني اللي إله إلسان أكيد. كلامك صحيح. كلامك صحيح يا إم سليمان من جد المتلت. تحياتنا إلكوا بجد. وامتابعين اليوم الخميس. طبعا تذكروا. بيسألونا. وين تل برنامج؟ لكل اللي ما بيعرف تنين أربعة خميس. خمسة تماما. نكون هون بستوديوهاتنا بالطيبة. حتى نكون معكم مباشرة. وترقبوا طبعا كمان. الإعادات كل يوم. قبل الدهر بيكون الإعادة على الهوى مباشرة. أكيد إعادة. يعني اللي بشارك ما حدا بشوف مشاركاته بالإعادة. فقط بالمباشر. زايد رجغ رفات من بيت زرازير. الجواب صحيح. على الأول والتاني كمان يا زايد. ما تزيد أبدا. هي الكلمة الصحيحة. أنيسي شرارة من الناصري. لا. بدك تغيري يا أنيسي واعتبي الفخ. لأنه المثل بقول اللي إله لسان يا أنيسي شرارة. ما بتعب. ما بضيع بنمرة اثنين. أو ما بسكت بنمرة ثلاثة. وانت طبعا بدك تختاري كلمة تانية غير اللي اخترتها. ليلة وعادي من ترشيحة لإله لسان. كلام صحيح. كمان أهل ترشيحة بالسفر مهم جدا. اللي إله لسان. وليش عم بعطيكو تلمحات حتى نسهلها عليكو. إم وسام من الناصري. الجواب صحيح. تحياتنا إليك إم وسام من الناصري. غادة من الناصري كمان. اليوم حظك حلو يا غادة. من دون ذعل. أكيد إجاباتك عم تطلع وبتبر أمامي. المثل الأول عطشانين صح. والمثل الثاني يا غادة من الناصري. اللي إله لسان كمان بالناصري. مهم جدا. بفيد كثير اللسان بالناصري كمان. كريم من باقة الغربية. كلام صحيح يا كريم. وتحياتنا لتولين وكريم أيضا. من باقة الغربي. كلامكو صحيح. تحياتنا إلكو بباقة. ومساكو فل هون. شكرا لإله لسان. لا يا إم ربحي شواهني. من جلجولي بدك تغيري. المثل الأول صح. ولكن الثاني لا. بدك تغيري. ومرة واحدة تكفي إم ربحي شواهني. إرسلوا لنا فقط رسالة واحدة. منشوفها أكيد. الحج أبو الناجي الزعبي من النعورة. كلامك صحيح. بالنعورة كمان معروف المثل. عند الزعبي كلهن. اللي إله لسان. بالضبط هيك. خاصة بالسفر. كتير مفيد. هالمثل. اللي إله لسان. بالضبط هيك. الحج أبو الناجي من النعورة. الزعبي طبعا. وعليكم السلام. إم سعيد من المشهد. كلامك صحيح يا إم سعيد. صلحت حالك بحالك. دغري. تحياتنا إليك. وتاليا سيف سواعد. بتقول اللي إله لسان. لا 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 لا. هنا أنت رحتي لبعيد. أنا أعرف طبعا المثل. لسانك. حصانك. إن صنت صانك. إن خنت خانك. إن هنت هانك. ولكن ما إله علاقة بالمثل الموجود معنا. فتاليا سيف. المثل الأول صح. تاليا سيف سواعد. غيري. وإرجعي لنا. اللي إله لسان. ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. بدك تغيري. وترجعي لنا. المثل هداك عارفينه طبعا. وكل لسان بإنسان. ولسانك حصانك. إن صنت صانك أكيد. وإن خنت خانك. وإن هنت هانك. إميل سمعان من الناصري. صحيح الكلام. وأنا بعرف طبعا أنه. قبل ما نختار كلام يا جماعة. بالحديث بأي حوار. بدنا ننتبه كتير. نختار الكلام بتأني. لأنه لسانك حصارك. إن صنت صانك. معروف المثل. أي كلمة بتطلع غير شكل. بتجرح ناس. وهذا ما بدنا نياه. هيام صبح من ترشيحة. بدك تغيري يا هيام. المثل الأول صح هيام. ولكن الثاني لا. واعتي بالفخ يا هيام صبح من ترشيحة. مسأل ورد. مسأل ورد. أبو محمد من القدس. كلامك صحيح. على المثل الأول. وعال المثل الثاني. شكرا إليك. أهلا وسهلا فيك على الكلام الحلو. مسأل خير. جمال أبو ياسين من زيمر. مسأل نور جمال. اخترت الكلام المناسب. أيضا رسل أبو ياسين من زيمر. عطشانين صح. وأيضا جمال أبو ياسين. بالنسبة للي إله لسان. ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. اخترت الكلام المناسب. للمثل المناسب. الياس سمعان من الناصري أكيد. اللي إله لسان يا الياس. زي ما ذكرت. ما بتعب. ما بضيع أو ما بسكت. وكلامك صحيح جدا ومنعرف إحنا طبعا الساكت عن الحق شيطان أخرس بالضبط هيك قالوا المثل ولا مثل كذب يا جماعة أبو أحمد من عرابي عطشانين صح طبعا بودونا على البحر يا أبو أحمد بكلامهم الخلاب الجذاب الكاذب وبرجعونا زي ما رحنا زي ما جينا ليش لأنه بودونا على البحر وبرجعونا عطشانين هل في أمن الناس أبو أحمد من عرابي كلام صحيح على المثل الأول والمثل الثاني زي ما ذكرت أبو أحمد اللي إله لسان بكل العالم بالضبط هي الكلمة بالضبط وبالسفر مهم جدا وليش رح نقول كمان إم إياد السيد أحمد من القدس واعتمي الفخ يا إم إياد بالمثل الثاني بدك تغيري وترجعي لنا ومن عرب الحلف جميلة إم ريم اللي إله لسان بتقول جميلة إم ريم من عرب الحلف بالضبط هيك الكلام صح خلينا نشوف أهل سلوان أهل الكدس شو وضعين مع المثل الحج أبو أحمد بدران كيفك اليوم؟ أبو محمد أبو محمد كيفك اليوم؟ الحمد لله عمالي جوابت على الأول والتاني عطيتك الجواب مرداتش عليها زلبك الثاني ردينا على الأول الثاني بعد مش واصل الظاهر وصلت قبله أنت طب احكي لنا المثل الثاني على هوا يلا اللي الإنسان ما بضيع ما بضيع برأيك؟ مش ما بتعب أو ما بسكت؟ لا ما هو في اللي بسعى البضاعش حلو حلو تفسيرك حلو كتير إن شاء الله كلامك صحيح شكرا إلك أبو محمد العز بدران كمان إم العز بدران تحياتنا إلها شكرا إلك أهلا وسهلا فيك تحياتنا لأهل سلوان ومن سلوان لوين؟ لا لمية قبلان من بيت جن لمية بالنسبة للمثل الأول بيودونا على البحر يا لمية من بيت جن وبرجعونا عطشانين وأيضا المثل الثاني اللي إله لسان خاصة بالسفر أنا أعطيك تلميح كبير كلامك صحيح لمية قبلان من بيت جن و الحج فاطمي خالدي من شعب كيفك يا حج الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا فيك المثل الأول يعرفتي طبعا بودونا على البحر بيرجعونا عطشانين شو مع التاني اللي إله لسان يا حج ما بابي أكيد متأكد مش ما بتعب أو ما بسكت لا ما بابي سجلنا عنا بعد شوية رح نكشف لأن الفقرة تقريبا يعني ناطرين الفقرة التالتي كمان شوية شكرا إلك أهلا وسهلا فيك رنيم رغد ساجد سمري ولعمتنا رقية كمان سمري عقبال المئة وعشرين اليوم عيد ميلادها كمان وإضاءة الكون فرحا يعني حلو كتير شو كاتبين لك رسالة بتجنن وابتهاجا بولادة أغلى الناس حفظك الله وجعلك بكامل صحتك عيد ميلاد سعيد يا عمتنا رقية بارك الله بعمرك وحماك من كل شر وأزى هالرسالة الحلوة من رنيم رغد ساجد سمري للعمة رقية سمري واللي بقول طبعا صادف يوم أمس عيد هاي يوم الأربعة اليوم ببعتولك تحية بالإنجليزي بقوله never too late ولا مرة متأخر رقية سمري من الجديدة كلامك صحيح أيضا على المثل وكل سنة وانت سالمي للمية واثنين وستين إن شاء الله كمان عنا هنا من مفيد خليل من المغار كلام مفيد يا مفيد اللي إله لسان بالضبط شو ذكرت غاد تحياتنا لكم بالمغار يا مفيد خليل ومن المغار اللي إله لسان بقوله كمان لأنه يعني يعطونا التفسير من ميرا صحاك من حيفا تفسيرك بمكانه مية بالمية تفسيرك بمكانه يا ميرا صحاك من حيفا اللي إله لسان خاصة بالسفر ما بتعب ما بضيع أو ما بسكت وعد جابر من الطيب كلامك صحيح خلونا نطلع فاصل بعده رح نأخذ أكم تفاعل وبعد التفاعلات التلاتي منكشف على الفقرة التالت اللي فيها مفاجأة اليوم خليكم معنا مبسوطين مع هلا مبسوطين مع هلا عدنا مشاهدي قناة هلا وبانيت جروب لمتابعة مبسوطين مع هلا الفقرة التالت على الباب بالدق على الباب الفقرة التالت ولكن قبل هيك عشوائيا ثلاث تفاعلات سريعة ام جهاد من باقة الغربية تحياتنا إليك بدك تغيري مع أنه ما في وقت للتغيير على المثل التاني وأيضا كمان عندنا هنا حدا واقع بالفخ يوسف رفاعي من مجل كروم كمان يعني كنت بالطريق الصحيح ليش ليش غيرت وغيرت للصح بدنا نقولك صح لأنه بسألني هناك غيرت للصح واللي إله لسان جاكليني خليف من الناصر كلامك صحيح خلينا طبعا نعتذر من الكل اللي بأرسل على المثل التاني ولكن خلال المثل التالت كمان إذا شفت إنه في إجابات على المثل التاني صحيحة راح نحكي عنها اللي إله لسان يا جماعة خاصة بالصفر وكل لسان بإنسان يعني اللسان هي اللغة كمان ما نكون نعرف لغات لأنه اللي إله لسان ما بضيع أبدا وين ما منكون دعنا بشارع مثلا نقول إحنا موجودين بفرانسا نحكي فرانساوي إنجليزي لغات منسأل وين كيف ممكن نصل مثلا لمحل فلاني اللي إله لسان مش ممكن يضيع والناس بتساعد اليوم ولا لا بساعدوا للي بعرفوا لغات أنا بعرف إنه بفرانسا مثلا اللي ما بعرف فرانسي بده كتير يستصعب كتير بالسفر لأنه أهل فرانسا ما بحكوا لغات غير فرانسي يعني إنجليزي قلائل جدا على كل حال اللي إله لسان ما بضيع أبدا بودونا على البحر وبرجعونا على الشنين في كتير تحيات طبعا عم تصلنا في كتير أمثال عم تصلنا بدنا نشوف بدنا نشوف لأنه يعني خلال الفقرة التالتة كتير رح تقعوا بالفخ ورح أقولكم ليش لأنه بالفقرة التالتة المثل بيقول تلاتة ما حدا بطيقهم يا جماعة بمجتمعنا تلاتة هن الأول هو الطق شو يعني الطق يعني طق الحنك يعني كلام علفاضي هذا هو الطق النق مين بطيق النق يا جماعة اللي بتضلها مثلا تنق على جوزها وجوزها ينق عليها النق هو كثرة التذمر ضلت عليكم التالتة اليوم رح نشوف نعمل امتحان شفهي لذكاء مشاهدي ومشاهدات قناة هلا الكلمة عندكم يا جماعة من حرفين بتشبه الطق والنق وشو تلاتة ما حدا بطيقهم يا جماعة وكلام بسركوا وأنا كمان بالزبط هيك الطق طق الحكي يعني اللي هو كثرة حكي علفاضي منستفدش منه اشي كلام علفاضي والنق كثرة التذمر الطقس حر مش عارف ايش الدنيا شوب طب يا عم تحمله والتالت من عندكم بدنا نشوف مين اول اجابة صحيحة على المثل التالت الكلمة عندكم من حرفين اول اجابة صحيحة سيلة خليل سيادة من الرينة ويافة دحلي من ترعان اشتركوا التنتين وعرفوا لنا الكلمة مية بالمية كلام صحيح كملتوا المثل تلاتة محضة بطيقهم الطق والنق وشو بدنا نشوف خزن مراد ام عبد الله من جسر الزركة على المثل الثاني صح اللي اللي له لسان ما بضيع ابدا بكل العالم وتبارك من يافت الناصري كمان كمان على المثل الثاني صح شو مع التالت ام كمان الجواب صحيح على المثل الثاني المثل الثالت يا جماعة الثلاثة ما حدا بطيقهم ابدا التق والنق وكلمة الثالت زيها تماما رنا زعبي من قرية الدحي كلامك صحيح على المثل الثاني شو مع الثالت وصلنا طبعا إجابة على المثل الثالث أول إجابة صحيحة وهذا إشي بسعدنا سجود من نحف الجواب على المثل اللي إله لسان ما بضيع كلامك صحيحة ومبسوطين مع هلا قناة التوعي شكرا إلك تحياتنا إلك سجود من نحف ومنتهى من عكا الجواب ما بضيع لأنه بضل الواحد بتقول يسأل وما بستحي بعرف لغات بسأل بسأل كيف منوصل هون اللي إله لسان خاصة بالسفر ما بضيع أبدا واللي بضيع يعرفش يحكي معناته هناك يعرفش يعبر انفوزة من الكدس تحياتنا إلك اللي إله لسان ما بضيع كمان بالكدس ممكن نصل للكدس نسأل كيف منوصل باب العمود مش عارفين كيف منوصل مثلا مستشفى فلان يعني الكدس معروفة كيف منوصل مثلا باب الخليل يعني معروف لما قلنا لسان نسأل وما منضيع اللي إله لسان ما بضيع كمان عائلة غانم من زامر كلامكم صحيح خلينا نرجع بالإعادة طبعا شوي المثل الثالث تلاتة ما حدا بطيقهم يا جماعة وأكيد كلكم ما بطيقوهم الطق يعني كثرة الكلام على الفاضي النق أنه نضل النق تزمر دائما كثيري التزمر كثيرات التزمر شوب حر برد دائما متزمرين أو متزمرات وكمان إشي زي الطق والنق شو هو فتشوا عليه ولقوا كرم على الصالح اللي إله لسان ما بضيع كلامك صحيح وتلاتة ما حدا بطيقهم أمير من الناصري لقيت الكلمة صح مية بالمية ورح نذكرها طبعا آية حلى هدى أدهم هيسم وإيمان كيوف من عسفيا اللي إله لسان ما بضيع فكروا معنا كمجموعة تلاتة ما حدا بطيقهم يا جماعة ومعروف طبعا المثل الطق والنق وشو سهام سليمان غبارية من المشير في كلام صحيح خليونا نتابع ونشوف مين بعت لنا إجابات صحيحة على المثل تلاتة ما حدا بطيقهم لقيتوا التالت كمان عائلة غانم من زيمر يعطيكم ألف عافية وأحلمسها ريا أمارة من كفركنة الجواب لا يا ريا على المثل التالت لا مش الحق أكيد والجواب بالنسبة لإله لسان ما بضيع كلامك صحيح فكروا معنا تلاتة ما حدا بطيقهم مين ما بطيق الحق يا جماعة؟ أكيد ما بطيق الحق أم اسماعيل من الناصري تلاتة ما حدا بطيقهم يا أم اسماعيل التق والنق وشو أم اسماعيل والبق إن شاء الله كلامك صحيح سجلنا عنا تحياتنا إليك أهلا وسهلا فيك إم اسماعيل تبارك من يافة الناصري ما زالنا بيافة الناصري ما بضيع بتقول اللي إله لسان وأيضا على المثل التالت التق والنق وكلمة صحيحة جدا اخترتها هناك من يافة الناصري خلينا نشوف غادة من طمرة الزعبية أول مرة بسمع فيه بتقول المثل رح تسمعي كتير لأنه المثل تلاتة ما حدا بطيقهم يا غادة من طمرة الزعبية التق وهو طبعا التق يعني الكلام على الفاضي بتقه حنك والنق كثرة التزمر وإشي ثالث على نفس المعنى الحج أبو محمد بدران من الكدس صار أسهل لك تتصل فينا ما تكتب صحيح لا نأخذ الكتابي لا نأخذ الكتابي أنت دايماً ظالمني يا زلمي ليش هيك؟ نأخذ الكتابي شو بصل قدامي بشوف طبعا شو بدك تقول التق والنق وشو؟ والدق والدق خاصة بنصاص الليالي لا يعطيك العافي شكراً إلك سجلنا عنا أبو محمد من سلوان وعد جابر من الطيبة لاقت الكلمة التالت يا جماعة التق والنق فيه ناس عم بتقول الحق فيه ناس بتقول الدق فيه ناس بتقول كمان شغلات تانية فكروا فكروا وقلوا لنا وعد جابر كلامك صحيح من الطيبة خلينا نشوف كمان هنا المثل الأول عطشان المثل التاني بالنسبة لاللسان ما بضيع مروك ويدر والتالت صح كمان التق والنق والكلمة اللي لقتيها بمكانها المثل التالت التق والنق وعن بعملكوا امتحان لأنه ممكن بالحلقات القادمة انتوا تلقوا لنا الكلمة بدون اختيارات عودناكوا دايماً على الطريق السهل اليوم عم منشوف انه بتقدروا وكل واحد بقدر يلاقي مثلا خير صفاق من شفاعمر اللي إله لسان ما بضيع وصفاق بتقول من شفاعمر كلمة خاطئة جداً التق والنق والرق شو الرق؟ رق العجين يعني لا بدك تغيري عم نشرح طبعاً الكلمات الخاطئة جود من ام الفحم الكلمة بمكانها يا جود التق الكلام على الفاضي يعني والنق اللي بيضل كثرة التزمر عنده عادي والكلمة اللي لقيتها جود من ام الفحم اللي هي اكيد مش الحق واكيد مش الدق انتبهوا كتير ام محمد حسان من تمرة واعتب الفخ يا ام محمد بلاقيه للكلمة غير هالكلمة زي درجة غرفات كمان كلام خاطئ جداً التق والنق وشو؟ وعنا هون مين معنا؟ خلينا نشوف ام نزار من يافت الناصر لا يا ام نزار شو خص الهم؟ بالتق والنق بدنا كلمة عن نفس الوزن نفس الاحرف فيها قاف يعني ضل عليك حرف واحد التق والنق وشو؟ مش الهم ابدا ثلاثة ما حدا بطيكم التق والنق وكلمة تالتي زي التق والنق عنا هون كمان حدا واقع بالفخ ام اياد السيد احمد من القدس بدك تغيري وعنا هون كمان حدا واقع بالفخ لم يا من شف عمر لقيلنا كلمة مناسبة اكتر يا لمية التق والنق وشو؟ ام الفهد من البعني كمان واقعت بالفخ يعني اخترت بالزبط شو حكو؟ لا يا مشاهدتنا ام الفهد من البعني غيروا وارجعي لنا مباشرة معنا وقت للفقرة التالتي اسماء الياس من البعني تلاتة ما حدا بطيكم كمان بالبعني التق والنق وكلمة صحيحة بمكانها على نفس الوزن حرف واحد عليكم مشاهدينا شو اكتر من ايه؟ نجيب عطيلي كمان من عسفيا لا يا نجيب لا يا نجيب مش الحق قلنا ولا الضق مش الحق مين ما بطيق الحق يا جماعة ما كلنا عايشين بدنا الحق بدنا الحق للانسان مهم جدا فالطق والنق وكلمة ثالتي على نفس الوزن مش الحق ولا الضق مهم جدا فتحياتنا لكم واهلا وسهلا بكل اللي عم بيبعتولي أمثال بتشابه رح تضل معنا نهلة من كفر كنة شو يا نهلة ما جبت ايش جديد لا يا نهلة بدك تغيري الطق والنق وشو مش الشك لا لا الشك بالكاف أنا عم بقولكو بتنتهي الكلمة بحرف الكاف ضل عليكم حرف واحد فكرة جميلة للتغيير حلو كتير خلينا نفكر شوي شكرا تحياتنا لأم خالد من أم الفحم وقريبا ممكن تصير فكرتين عليكم فكرتين علي ممكن فكروا شوي تمام أبو سالم من عرعرة شو وضع الطق والنق بعرعرة متأكد من الكلمة مش الحق ولا الضق ولا الشك ولا الهم سجلنا عنا شكرا لك تمام تحياتنا لكم بعرعرة وعنا هون إجابة صحيحة صندس اسعفان من الناصري الطق والنق والكلمة الصحيحة تعطيكم العافية ورح نشرح ليش قالوا هيك أجدادنا رح نشرح إن شاء الله تظلوا مكيفين ومبسوطين مع هلا بكتبولنا آية حلا هدى أدهم هيسم وإيمان كيوف من عسفيا كلام صحيح بالمكان المناسب اللي إله لسان ما بضيع أكيد خاصة بالسفر كمان بوديك على البحر وبرجعك عطشان أو بودونا على البحر وبرجعونا عطشانين وأيضا ثلاثة ما حدا بطيكم الطق يا جماعة شو بدنا بتق الحنك ما الكل مشغول بتقوله بشوف إنه كتير ناس مشغولي طب لا إيش طق الحنك طق الحنك يعني الكلام عالفاضي ما فيه إفادي أبدا وأيضا النق كثرة التزمر شو بكتير حم كتير مش عارف شو لا إيش تتزمروا فوتوا على البيت خليكم بالبراد مثلا لا إيش التزمر والتالتي الطق والنق كلمة بتنتهي بحرف القاف بس عليكم حرف واحد غير الحق وغير الدق شو ضل فكروا شوي عم نساعدكم اليوم وكلام صحيح طبعا من آية حلا هدى أدهم هيسم إيمان كيوف من عسفيا مكيفين مع هلا بكتبولي قال كيوف أحمد حسن غباري من زلفة كلمة صحيحة جدا على المثل التالت والتاني كمان أكيد والأول والأول كمان يعني ثلاث أمثال جوابتوا عليهم صح وعندنا هون معين عبد الله من كسرة وزوجته وحفيده جود كمان هينضم للقافلة كمان الحفيد جود من كسرة والجواب شو لا الجواب نقص حرف هناك انتبهوا لا لا بتكتغيروا ترجعوا لنا غيروا ارجعوا لنا الطق والنق وضل عليكم كلمة واحدة فكرة جميلة شكرا لكم أكيد منحب دائما رأيكم كمان بالتغيير فحلو كتير من ضالة وابنة من الناصري الطق والنق لا مش الدق حكينا مش الدق على الراس هديك إشي تاني في ناس بالدق كمان بنص الليل ممكن علينا ممكن فانتبهوا كتير مش الطق ولا النق كلمة ثالثة بتنتهي بحرف القاف ناقصها حرف واحد غير الحق وغير الدق وغير كلمات تانية مين معنا هون سامي بيسان جت من جت سامي بيسان من جت المتلت والكلمة الثالثة لا مش النق النق كشفناها إحنا يعني عم نقولك يا سامي الطق والنق وكلمة ثالثة تنتهي بحرف القاف فيها حرف آخر غير النون فكر فكروا ارجع لنا تحياتنا لكم الكلمة الثالثة صحيحة هون معنا من إم عمار من كفر ياسيف فاصل بعده رح نكشف عن الكلمة الثالثة ونستبدل مثل رابع غير شكل خليكم معنا مبسوطين مع هلا مبسوطين مع هلا اشتركوا في القناة عدنا مشاهدي قناة هلا لمتابعة الفقرة الرابعة صارت نطرتنا ولكن الفقرة التالتي كتير ناس اليوم يعني عملنا امتحان شفهي لمشاهدي قناة هلا ونجحتوا جميعا بالامتحان عن جدء شيء بسعدنا أن المشاركة تكون حتى لو ما فيه ثلاث اختيارات انتو اخترتوا الكلمة المناسبة بالمثل المناسب وثلاثة ما حضبطيكم خلينا نشوف ثلاث تفاعلات سريعة ومن بعدها نختم بفقرة كمان رابعة من مثل شعبي فيه هناك ثلاث اختيارات شفاء خطيب من عكة تحياتنا لك شفاء ثلاثة ما حضبطيكهم الطق والنق مش الزق أبدا هديك زق الغراد كمان فيه كتير رجال أو نساء ما بتحب تزق الغراد ولكن مش هيك المثل خلينا نوخد كمان تفاعل كلام صحيح امسعيد من المشهد وآخر تفاعل على المثل التالت من الطيبة الحج سعاد مصاروي تحياتنا إلك كلام صحيح ثلاثة يا جماعة ما حضبطيكهم الطق اللي هو الكلام الفاضي وأيضا النق اللي هو كثرة التزمر وقبل ما نكشف على المثل خلينا نأخذ اتصال ونشوف تالعوض تختم معنا المثل إذا كلمة صحيحة نكشفها على هوا تالعوض من المزرعة شو الثلاثة اللي ما حضبطيكهم بالمزرعة لا لا بدك تنتبهي خليكي معنا واسمع الكلمة الصحيحة بعد شوي فتلاتة ما حضبطيكهم الطق اللي هو الكلام على الفاضي النق كثرة التزمر كتير ناس شو بالدنيا برد الدنيا اطلعنا نزلنا تعبنين دايما متزمرين فكتير ناس ما بتطيقهم والكلمة التالت اللي هي الحشرة الصغيرة صغيرة جدا وهي البق معروفة طبعا بسوريا يعني بكل المسلسلات السورية القديمة دريد لحام دايما بالسجن في بق هناك فالله يبعدها عننا وعنكم فالثلاثة ما حضبطيكم الطق والنق والبق المثل الرابع والأخير أنا طبعا رح أكرس هذا المثل لكتير ناس بيحكوا الصراحة بيقولوا دايما اللي بقلبي على الثاني صحيح منسمعوا دايما المثل كتير يعني بس كتير ناس بتقولك أنا صريح جدا أو صريحة جدا واللي بقلبي ما بخفي على الثاني دغري منحكيه صح فاللي بقلبي على الثاني واللي مش عاجبه صراحتي ينساني بنمرة واحد يعفاني بنمرة اثنين أو يطير ما لهاش علاقة بالوزن سكروا وقلولنا ومهم جدا التفاعل طبعا على 0583924051 والتفاعل كتير حلو اليوم كمان زي دايما ايضا اتصال على 097993 993 تقريبا 11 دقيقة فقط لنهاية برنامجنا اليوم لهالأسبوع مبسوطين مع هلا 2 4 وخميس خلينا نشوفوا اكيد كتار بعتولنا التق والنق والبق هدول ثلاثة ما حضبطيكم السلام عليكم بسمة سلامني من الكعبية عرفت انه النق من عنا والتق من عنا ضل عليكم البق انتوا فالتق والنق والبق مش النق طبعا النق من عنا خلينا نتابع ونشوف على المثل الرابع مين اول اجابة صحيحة يعني اللي بقلبي على الثاني هك قال المثل واللي مش عاجبه ينساني يعفاني او يطير ملغاش علاقة بالوزن وامة محمد حسان من طمرة الجواب صحيح على المثل الثالث ضل عليك الرابع اليوم وتحياتنا لعطال الله ايوب ثلاثة ما حدا بطيقهم التق والنق والبق هذا المثل لازم الثلاثة تحفظوه حفظ عن ظهر قلب مثل خير الحج مصطفى من دير الاسد اكيد عرفت الكلمة بالمثل الثالث ضل عليك المثل الرابع حج مصطفى نجلة مرعي من الفريديس كمان كلام صحيح والمثل الرابع اول اجابة صحيحة بتوصلنا من نجلة مرعي من الفريديس اكيد بيقول اللي بقلبي على الثاني واللي مش عاجبه زي ما قالت نجلة بالزبط زهيرة من كفركنة شو الوضع يا زهيرة الحمد لله زهيرة كنت عارف المثل الثالث اه اه بس ما ردتش علي على ال اكيد يعني كتير اذا بفرجيكي على الشاشة راح تشوفوا طبعا كل النقط الخضراء بس تشوفوها لحظة كل النقط الخضراء بعدنا مش شايفينها وعم تنزل فبتكون تعذرونا دايما زهيرة بالنسبة للمثل الثالث تعرفنا التق والنق والبق ثلاثة محدة بطيقين شو بالنسبة للمثل الرابع اللي بقلبي على الثاني واللي مش عاجبه يعفاني يعفاني ما رح تغيري لا لا ان شاء الله ان شاء الله يكون كلامك صحيح شكرا لك زهيرة اهلا وسهلا فيك من كفر كنة للمشهد طلعنا ام سعيد من المشهد كلامك صحيح على المثل الثالث خلينا نشوف هنا غادة من تمر الزعبية واعتب الفخ بالمثل الرابع وبتقول أول مرة بسمع بالمثل الثالث ودائما منحب نفيدكو أكيد بقناة التوعية نوعيكو على أمثال قديمة جدا بتناسب الالفين وثلاثة وعشرين تلاتة ما حضبطيكم الطق اللي هو طبعا طق الحكي اللي هو حكي على الفاضي ما فيه إفادة والنق كثرة التزمر كتير ناس نقعد معهم قولوا نشكر الله قولوا الحمد الله أبدا شوب برد ضغط مش عارف إيش دائما تزمر 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 فما منحب نقعد مع المتزمرات والمتزمرين وبيضل عندنا البق يبعدها عنكم حشرة صغيرة جدا يعني أصعب من البعود والنموس أصعب بكتير فغادة من تمر بدك تغيري بالنسبة للمثل الرابع راية أمارة من كفركنة اللي مش عاجبه بتقول اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه ينساني يعفاني أو يطير كلام صحيح راية أمارة راية أبو سالم من عرعرة رفعنا الراية لأهل عرعرة كمان أهلا وسالم فيكي راية راية بدك تسمعينا من التليفون دائما شو رأيك اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه يا راية ينساني ينساني مش يعفاني ولا يطير لا ينساني ينساني سجلنا عنا راية شكرا إليك أهلا وسهلا فيكو بيعرعرة إم عمار من كفر يسيف بتقول يسعد قلبك على هالأمثلة الرائعة شكرا إليك إحنا بنا نسعدكم المبسوطين مع هلأ واللي مش عاجبه بتقول كلامه صحيح الحج أبو حسام الحج يحيح من الطيب دائما جواباته صحيحة نشوف مع المثل الرابع كيفك يا حاج أبو حسام السلام عليكم وعليكم السلام كيفك الحمد لله رب العالمين شو رأيك أول شغلي بالطق والنق والبق ثلاثة محدة بطيقهم الثالث جاوبت عليه كتابيا ما وصل حتى الآن يعني صحيح وبالنسبة للمثل الرابع اللي بقلبي يا أبو حسام يا حج أبو حسام على الثاني واللي مش عاجبه يعفاني مش يعفاني ولا يطير لا 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 ما يطير شكرا إلك إن شاء الله جوابك صحيح بالفكر الرابع بعد لنا ست دقائق فقط شكرا إلك حج أبو حسام الحج يحيا من الطيبة جاكلين خليف من الناصري بتقول اللي بقلبي يا جماعة على الثاني واللي مش عاجبه كلامك صحيح يا جاكلين خليف من الناصري وأيضا بالنسبة للمثل الثالث الطق والنق والبق هذول ثلاثة ما حدا بحبهن الطق طبعا عم بسألوني شو يعني الطق يعني الطق الحنك كلام عالفاضي ما فيه إفادي أبدا وبضيع وقت عالفاضي ما فيه إفادي لا لمجتمع ولا لمجموعة والنق هو كثرة التزمر شوب كتير حر كتير برد كتير سعب كتير كتير بيضلوا يتزمروا فهذا طبعا هذول ما حدا بطيقهم والبق اللي هي الحشرة الصغيرة أبو محمد من بير السبع واللي مش عاجبه بيقول كلام خاطئ جدا بدك تغير بعدلنا ست دقائق إلا شوي رولا أبو خلف إن فريد منك فركننا تلاتة ما حدا بطيقهم عرفنا طبعا إجابتك صحيحة واللي مش عاجبه لأنه اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه ينساني يعفاني أو يطير كلامك صحيح أيضا رولا أبو خلف إن شاء الله كل الناس تكون صريحة يا جماعة هذا المثل بمكانه بالألفين وثلاثة وعشرين كتير ناس بتقولك حلوي صراحتك مرات مع إنه مرات مثل ما قال زياد الرحبان الصراحة بتجرع دير حنة فوزي حمدون سامعتين يا فوزي فوزي حمدون من دير حنة سامعتين أهلا وسهلا فيك عم نسمعك مرتين تحياتنا إليك شو رح تختاري اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه إنساني إن شاء الله كلامك صحيح ما رح تغيري نحو بالآخر إلي إن شاء الله سجلنا عنا شكرا إليك أهلا وسهلا فيك متابعين متابعين طبعا عنا كتير اتصالات وعنا كتير تفاعل سريع جدا كمان موجود معنا وعليكم السلام اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلام صحيح جدا من جوهر خطيب من كفور كنن أسماء إلياس أسماء إلياس من البعني عرفتي وشفت أنا الطق والنق والبق تلاتي ما أحدا بحبين شو مع الرابع ينساني اللي مش عاجبه ينساني مش يعفاني ولا يطير سجلنا عندنا أسماء إن شاء الله كلامك صحيح بعد أربع دقائق تماما رح نكشف أكيد شو الكلمة الصحيحة شكرا إليك إمن ضال جواميس من بيت زرازيل بتقول جواب الرابع اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلام صحيح مية بالمية وأكيد يعني إمن ضال دايما الصراحة راحة ما كذا بالمثل ودايما منقول احكوا الصراحة لو مرات الصراحة بتجرح ولكن بتفيد مثل ما قال زياد الرحباني بأغنيته المعروفة التق والنق والبق كلام صحيح واللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلام صحيح من نهلة من كفر كنة تحياتنا إليك نهلة من كفر كنة أمت اللي طبعا فيها كتير إفادي فيها كتير توعية عبر قناة هلا بمبسوطين مع هلا تنين أربعة خميس تذكروا عبلة حجازة من تمرة كلامك صحيح يا عبلة اللي مش عاجبه بتقول عبلة لأنه أنا صريحة بتقول عبلة اللي بقلبي على لساني دغري بسألونا منجاوب من دون ما نتلون لأنه في كتير ناس متلونين اليوم اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلامك صحيح يا نهلة من كفر كنة خلونا نتابع ونشوف أهل بيت جن لم يقبلان من بيت جن بتقول اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه ينساني يعفاني أو يطير كلامك صحيح لمية من بيت جن ورجاء رجاء رجاء الاتصال فقط على 097993 993 مش على الرقم اللي على الشاشة هذا الرقم فقط لرسائل واتساب كتابية 0583924051 أهل عرعراء مفضعين اليوم تمام أبو سالم شو الوضع؟ الحمد لله تمام عرفت كل الأمثال ضل عليك الرابع اللي بقلبي على لساني اللي مش عاجبه ينساني هيك؟ مش يعفاني ولا يطير لا ينساني سجلنا سجلنا عنا تمام إن شاء الله إيجابي تمام كمان شكرا إليك أهلا وسهلا فيك من عرعراء عنا كمان اللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلام صحيح الحج مصطفى من دير الأسد وببعث كمان بآخر هالأسبوع جمعة مباركة للجميع وإلنا كمان إن شاء الله إن شاء الله من تمك لباب السماء تكون جمعة مباركة وجمعة يكون فيها تغيير مثل ما غيرنا اليوم ببرنامجنا يكون تغيير جزري كمان بمجتمعنا نسمع فقط أخبار حلوية جماعة بالأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله يا رب أبو وسام من الناصري كلام صحيح على المثل الرابع وأيضا التقوى النقوى البقط معروف تلاتة ما تنسوهن أبدا حفيد تيكارلا بتشترك معي كمان مين؟ حفيدة ميرا سحاق من حيفا تحياتنا لكارلا وإلك يا ميرا واللي مش عاجبه بتقول اللي بقلبي على لساني صريحة أنا وحفيدتي بتقول ميرا سحاق وكارلا بتقول اللي مش عاجبه ينساني يعفاني أو يطير مية بالمية فيه توعي كبيري حتى كنا نكون صريحين بمجتمعنا والصراحة بتفيد مع إنه بتجرح مرات لأنه في ناس ما بتتقبل الصراحة بتعود الناس اليوم شو الوضع دايما لازم نكون إحنا متلونين كيف السيارة لازم يكون متلونين احكي بصراحة قول مش حلوة مش عاجبتني حلوة شو بتفكر أنت احكي بالزبط أو شو بتفكر أنت زي درجة غريفات الجواب صحيح على المثل الرابع والثالث كمان بعد معنا نص دقيقة أو أقل حتى نأخذ كمان تفاعلات سنده السعفان من الناصر الجواب صحيح على المثل الرابع على السريع نأخذ كمان بالوقت المتبقي جود من شفعمر اللي بقلبه على لسانه واللي مش عاجبه زي ما ذكرت يا جود كلام صحيح وإن شاء الله إنه من خلال الأمثال عم نعطي كمان كتير رسائل لمجتمعنا نغير شوي الناس خليكوا صريحين دايما حلو الصراحة راحة واللي بقلبي على لساني واللي مش عاجبه كلام صحيح أيضا من أم الفحم من محمد سعيد جبارين شكرا يا محمد وهيك طبعا ب تفاعل سريع جدا عم بنزل علينا كمان وبعده بنزل بدنا نختم التفاعلات أعذرونا لدي كل وقت خلونا نكشف على المثل اللي بقلبي على لساني وحلو الإنسان يكون صريح واللي مش عاجبه ينساني هيك قال المثل ما كذب فتحياتنا لكل الجاوب وينساني صح ما تنسوا الأمثال اللي إله لسان ما بضيع أبدا بودينا على البحر وبرجعنا عطشانين في كتير ناس وعود 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 وكاذب خلاب بقولوله دايما وثلاثة ما حضبطيقهم الطق الحكي على الفاضي ما فيه إفادي والنق كثرة التزمر كتير ناس بتضلت نق نققين بسموهن كثرة التزمر مش حلوة أبدا والبق اللي هي الحشرة الصغيرة اللي مزعجة بالليل وبالنهار فالله يبعدهن التلاتة عننا وعنكم كان معكم في الإعداد والتقديم بسيم على أمل طبعا ملت يوم التنين على الساعة خمسة ببرنامجنا مبسوطين مع هلا وتابعوا أكيد في تمام السابع البرنامج الإخباري هذا اليوم شكرا لقناة هلا اللي بتعبوا معنا كتير الطاقم بأكمله لا يطلعون لنا مكالمات ويطلعون دايما بأحلى صوت وأحلى صورة وفقط بتلفزيون من بلدنا قناة هلا أحلى التحيات إلكوا جميعا تابعونا دايما إلى اللقاء